النهاردة جانب اخر وهو استعدادات فريق النادي الاهلي للمرحلة اللي جاي على بركة الله سفرت بعصة فريق النادي الاهلي صباح اليوم الى الامارات العربية المتحدة عشان الفريق يخوض معسكر اعداد خلال الفترة القادمة معانا على الشاشة هوكا وليس سفر فريق النادي الاهلي الى الامارات وتحديدا المعسكر هيكون في امارة عجمان يمكن الاهلي نزل لدبي ومن دبي كده استقال الحافلة من دبي العجمان يمكن الطريق بالزبط من دبي العجمان حوالي نص ساعة ساعة لربع يعني المسافة مش بعيدة معسكر لمدة 8 ايام هيكون فيه مباراتين وديتين ايه يعني ان شاء الله بإذن الله يوم الاتنين وفي ختم المعسكر يوم الجمعة اللي جاية نتمنى يا رب يكون معسكر موفق لنادي الاهلي لو هتكلم على المعسكر مين اللي موجود فيه لان فيه غيابات كتيرة جدا انتو بتتكلموا على غياب ما يقرب من حوالي 20 لاعب بالاضافة الى 3 لاعيبة كان تم تصعيدهم من قطاع الناشيين مع 10 لاعبين يعني في الساعات الاخيرة ما خلصوش الاجراءات الادارية فبالتالي كمان تخلفوا عن البعثة ولكن في النهاية سفرت البعثة بقوام في حرصة المرمى مصطفى شبير مصطفى مخلوف حازم جمال في حرصة المرمى رامي ربيع إبراهيم عبد الحكيم مؤتز محمد أحمد عبدين عبد الجواد عبد الرحمن يوسف عبد الحفيز وإسلام عبد الله مازين أسامة أكرم توفيق عمر السلية مجدي أفشة أحمد طعيمة مصطفى أبو الخير وحسين الشحات كريم فؤاد، طاهر، محمد طاهر، محمد الضو كريستو، أنتوني مودست والقادم حديثاً المهاجم الفلسطيني وسام بو علي ده قوام بأسة فريق النادي الأهلي حالياً في الإمارات الرحلة هي قدامنا إن كان توقيت الإقلاع كان حوالي الساعة العشرة إلى عشر دقائق من صباح اليوم يعني نقدر نقول الفريق ووصل الإمارات حوالي الساعة وحدة الظهر إحنا لو بنتكلم على العناصر الأساسية اللي موجودة في التشكيلة الأساسية دايماً مع النادي الأهلي وسفرت مع البعثة نبدأ مع بعض نعد مصطفى شبير أدوح رم ربيعة اتنين يعني أكرم توفيق تلاتة عمر السلية أربعة أفشة خمسة حسين الشحات ستة كريم فؤاد سبعة طاهر تمانية كريستو تسعة أنتوني مودست عشرة وسام بو علي المهاجم الفلسطيني لمنطق الحديثاً حداشر إذن حداشر لاعب من قيمة الفريق الأول موجودين في معسكر الفريق في الإمارات وتم تدعيم هذا المعسكر بعدد من لعب قطاع الناشئين أبرزهم مثلاً معتز محمد أحمد عبدين يوسف عبد الحفيظ إسلام عبد الله أحمد طعيمة مصطفى بولخير محمد يعني دول أبرز اللعيبة اللي موجودين من قطاع الناشئين طبعاً الغيابات في حوالي ست لعيبة مصابة لو كانت سليمة أو برنامج التأهيل بتاعهم عايسمح أنه يكونوا موجود حتى في مباراة أو اثنين من المباراة الوضعية كانوا سفروا النهاردة مع الفريق تعالى غياب لمحمود متولي وسبق قبل كده الإسبوع اللي فات قلت إن الغيابات دي هتاخد لها فتر التأهيل وعلاج من إسبوعين لثلاث أسابيع وهو المعسكر كله 8 أيام فبالتالي مش هيبقى فيه استفادة خالص من تواجدهم مع الفريق محمود متولي رقم واحد خالد عبد الفتاح رقم باثنين اللي تعارب لإصابة في التدريبات الأخيرة بشد في العادة الخلفية أحمد عبد القادر لسه بيواصل التأهيل رضا سليم أحمد نبيل كوكا فيه اتنين كمان كريم ندفد أعتقد خلال أيام يعني ممكن يوم أو اتنين يلطحت بالبعصة يعني كريم ندفد رغم النهاردة ما سافرش بس خلال يوم أو اتنين بعض الأمور كده الخاصة بيه لو أنهها بسرعة هيقدر يلطحك بالفريق بإذن الله وصلاح محسن أمر فني بناء على وجهة نظر ورؤية من مارسل كولر وبالتالي ده القوام الأساسي والرئيس للنهاردة سافر الإمارات وغير ما تشافين طبعا دي الكواليس الحصرية لسفر بعصة فريق النادي الأهلي وعلى مدار الأسبوع بإذن الله إن شاء الله هيكون فيه تخطية خاصة وحصرية على شاشة قناة الأهلي بكل الأخبار والجديد الاستعدادات المباريات الودية الأجواف المعسكر يمكن النادي الأهلي هيتمرن في ملعب لسه يعني منشئ حديثا في إمارة عجمان وأعتقد يعني هتبقى فرصة طيبة جدا في الفترة اللي موجود فيها النادي الأهلي في إمارة عجمان للجلال مصرية الجلال مصرية المتواجدة في عجمان وفي الشرقه هتبقى حريصة بالتأكيد تحضر المباريات الودية للأهلي الأهلي العلعب مبارتين وديتين في مباراة على منتصف الأسبوع ومباراة في نهاية الأسبوع أول ما يتم بالتأكيد بس الرسمي والمعلم من الموقع الرسمي والنادي الأهلي هنأعلن لحضراتكم ونلوكوا بالتأكيد المباريات الودية هتكون معامل الكابتن سامير عجلي المدير الإداري يمكن سبق البعثة كده بعدة ساعات للترتيب الإجراءات وفند الإقامة والحجزات وكان النهاردة في استقبال البعثة فور الوصول إلى مطار دبي وذلك لانهاء كافة الترتيبات وإجراءات الدخول والتنقلات من دبي إلى إمارة عجمان فريق النهاردة وصل المعسقر هينتهي ويختتم الآلي تدريباته في عجمان يوم 28 يناير المباراتين زي ما قلت منتصف الأسبوع ونهاية الأسبوع يعني 23 و27 بنسبة كبيرة من شهر يناير الجاري نتمنى التوفيق رب للنادي الأهلي في هذا المعسقر بعد العودة من المعسقر أكيد وقتها هنبدأ نشوف بقى اللعيبة الدولية ممكن مين يلتحق به النادي الأهلي استعلاداً لمواجهة شباب بولزداد منتصف شهر فبراير المقتل دي أبرز الأخبار والموضوعات اللي عندنا النهاردة عن فريق النادي الأهلي